موسيقى والله السؤال ده محتاج تفكير مش عاير فانا حاسس انه طبعا هي بطولة العالم السيدات اكيد بلازم هتاخد ضجة اكبر بما ان يعني ان مصر مصطدفة بطولة العالم دي حاجة حاجة كبيرة يعني بس انا متهيالي ان بطولة الاهرام بطولة مصر الدولية بتاعة الرجال هتاخد تغطية كبيرة برضو لان هو الماتشاط لو حتتتزيع حتى او اي تغطية على السوشيال ميديا طبيعيا الماتشاط حتى بتبقى بنتين وبعين ولدين وبعين ولدين فهتلاقيهم داخلين مع بعض مش هتحس بالفرق ده هي الفرق في التسمية مش اكتر يعني موسيقى والله لا انا يعني انا الضغط السكواش علي بالنسبالي هو هو واحد ما تغيرش او يعني موضوع الجواز ما ما زودش حاجة او نقص حاجة بالعكس يعني انا كون معايا رأنيم بتلعب ممكن يكون بيساعد شوية ان احنا بنا بفاهمين الظروف مماشية ازاي اي لما انا بكون حاسس بضغط نفسي هي بتبقى فاهمة انا حاسب ايه لان هي نفسها بتمر بيه ومرت بيه طيب نقدر حتى نقول لبعض كلامي يساعد يعني فبالعكس لان انا شايف ان دي حاجة مساعداني موسيقى اه هو موضوع غريب بالصراح فعلا لان احنا برا الملعب معظمنا معظمنا صحاب وعلاقاتنا كويسة جدا بس انت فعلا اه يعني في المطش بتبقى عايز تكسب وفي سخونات المطش بتلاقي نفسك لا ممكن تتعصب على الحكم او تتعصب من حاجة زميلك عملها فبتعترض على اللي هو عامله بيبا شكلها كأننا متخنين مع بعض بس هو في الحقيقة بس دي حاجة بتفضل في الملعب يعني وقت المباراة موسيقى هو في اكتر من مرة طبعا انا يعني اخرهم للاسف كان انا محبش اقول كده بس اخرهم كان في نهاية بطولة العالم يعني سعب عليا المجهود اللي انا عملته طول الاسبوع ان هو راح في الاخر على شوية ارهاق بس انا كنت في نفس الوقت شايف ان انا عملت اللي عليا وللقيت بطولة هيلة احسن بطولة لقيت فيها في حياتي وفي النهائي خسرت مباراة قوية جدا ما كنتش خسرا النتيجة سهلة خسرت في سكور صعب يعني مع علي اللي هو اصلا كان بيلعب احسن سيزن بي برضو فسعب عليا المجهود بس مش اكتر فاني كانت هما كانوا دقتين بعد الماتش وخلاص انا ما بحبش خالص احط نفسي في الموقف ده لانه هي حاجة ممكن تقلب يعني ضدك في الاخر ان انت تقعد تحط لنفسك حاجات كتير قوي وبعين بقى لو في اليوم بتاع الماتش حاجة منهم لسبب ما ما عايفش تعملها تقعد طول اليوم متوتر ايه ده ما حصلش دي فمش عارف العب بالله انا بحبش خالص الموضوع ده بحب ان انا يبقى عندي روتين بتاعي يعني ممكن اتغدى كل يوم نفس الاكل مش عشان تفاقل علشان انا ده اللي مريحني سيستم كل يوم بعمله وبتأقلم عليه عشان اعرف اركز في الماتش كويس بس مفيش بقى تفاقل وده شاوم ممكن موسيقى هو لعيب السكواش عامة يعني ما فيش ماتش هتخشه هتبقى حاسس انك سليم ما في الماء دايما بيبقى في حاجة واجعيك بس بدرجات بقى يعني لو شد مثلا لا يعني شد هستحمل شوية هسخن جامد حد ما الوجع يقل شوية وبعين مع الماتش بتلاقي نفسك خلاص الوجع راح فيه مرات لعبت وانا فيه حاجات واجعيني بس انا اسلوبي باخد مسكنات يعني لما بحاسس انه ما فيش خطر من اللعب على الحاجة دي فيه اصابات بتبقى التهابات مثلا بتبقى ما فيش خطر بس هي واجعيك مش هتقدر تلعب لو مش هتقدر مسكنات فانا في الحقيقة يعني كتير اخدت مسكنات عشان العب بس لو انا حاسس ان فيه خطورة لا ما بلعبش ما بخشش ما حبش برضو ما حبش ان انا اغاير حاجة لان انا انا صادفت حاجات كتير قوي شكلها ما كانتش كويسة او كان تأثيرها عليها صعب بس هي في نفس الوقت هي الحاجات اللي فادتني وعلمتني ان انا النهاردة اقدر اوصل للمستوى اللي انا وصلت الويان يعني كل حاجة مش كويسة حصلت هي كانت سبب انها حاطتني على طريق تاني ان انا احقق احسن فلا مش نادميان على حاجة اما انا بحاول افتكر في الجونة فاكل ماتشي مع علي مثلا كان فيه صراسير في الملعب طول النهار فبقى ان يفوزت اللعب انا عايزة مش هفركز مع السرصارة اطلاقوا برا الملعب ولا انها هلعب مثلا يعني دي ممكن من ضمن الحاجات اللي كانت طواه انا بتضحك شوية موسيقى هو انت عندك حق فعلا ان احنا من كتر السفر ساعات يعني الواحد بيبتدي يحس انه لا هو موضوع بقى روتيني قوي يعني يعني انا احنا بنروح بلاد كتير فيه بلاد ممكن نستريح فيها اكتر من بلاد بس يعني مثلا ممكن اروح بلد ابقى مستريح في الاقامة فيها بس البلد مش احلى حاجة وفيه بلاد تانية البلد حلوة اوي بس الاقامة فيها مش مريحة زي البلد التانية فهي كل بطولة بنروحها ليها مميزاتها وعيوبها فانا مقدرش اقول ان فيه عندي مكان مفضل يعني بتريس بدي بيبق ليها ميزة بقى ان انت اهلك موجودين ومش مسافر ومرayح وكدة فالمفضلين بالنسبة ليه فيمكن بقى مصر و accompl Legal انا اصلا مهندس يعني انا متخرج من هندسة بس مش متأكد لو كنت اشتغلت يعني لو كنت بعد ما اتخرقت كنت اشتغلت مش متأكد كنت هكامل في مجال الهندسة ولا لا انا استفدت جدا من الدراسة بتاعتها بس ما اعتقدش ان انا كنت هشتغل في المجال ده فانا اتمنى ان يعني بعد ما ابطل ان انا يبقى عندي بزنس خاص بي اقدر اي ان كان هو ايه يعني اقدر اديره بنفسي يعني ما بقاش عندي شغل في شركة وكده احسن احسن واحد في العالم فحب الحيوانات الصغيرة ممكن انا بحب الحيوانات الصغيرة جدا قطط صغيرة كلاب صغيرة كده يعني